اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ان الحكومة بدأت فعلا بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بتنفيذ ما يخصها من اتفاق الرياضة واشر الى ان اولوية الحكومة هي تطبيع الاوضاع من خلال حزمة اجراءات وتدابير عاجلة لتحقيق انجازات سريعة على الارض يكون لها اثرا على المدى القريب ويستطيع ان يلمسها المواطن خلال الاشهر الثلاثة الاولى من توقيع الاتفاق واوضح الرئيس الوزراء في حوار اجرته معه وكلت سبوتينك ان في مقدمة هذه الاولويات توفير الخدمات وبسط الامن والاستقرار ودفع الرواتب واصلاح وضع مؤسسات الدولة وتصحيح الوضع الامني والعسكري واستعاب كافة القوى ضمن بنية الدولة اضافة الى توحيد الجفهة الداخلية في مواجهة ميليشيات الحوث الانقلابية وهزيمة المشروع الايراني في اليمن وقال ندرك ان التحديات امام الحكومة في هذه المرحلة الكبيرة لكننا قادرون بارادتنا وتضافرنا جميعا على تجاوز هذه التحديات والمضي قدما في تطبيق اتفاق الرياض وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الاطياف الوطنية واشر الدكتور معين عبد الملك لان اتفاق الرياض في مضمونه العام يذهب الى استيعاب كافة القوى والمصالح داخل بنية ومؤسسات الدولة وتحت لوائها منوها بدور الاشقاء في قيادة المملكة العربية السعودية سواء في رعاية اتفاق الرياض وتوفير الضمانات لتطبيقه او خلال المرحلة الراهنة والعصيبة التي تمر بها اليمن جراء الحرب الاجرامية التي شنها الانقلابيون الحوثيون على الشعب والدولة والتعايش الاجتماعي والسلم الاهلي بعدما تمكنوا من تنفيذ انقلابهم المشؤون في 2014 وعن مستقبل المفاوضات مع ميليشيات الحوثي في ظل عرقلة لتنفيذ الاتفاقات السابقة وقال رئيس الوزراء ان الجماعة الحوثية غير مؤهلة ولا مستعدة لتكون طرفا في اتفاق لاحلال السلام لاسباب كثيرة اكثرها اصالة طبيعتها العنيفة اذ العنف جوهر خصائص هذه الجماعة ويدخل في صلب عقيدتها ولانها تشن حروبها على مواطنين ومؤسساتنا ومستقبل وطننا بالوكالة فهي وكيل لقوة اقليمية خبر العالم مدى عدوانيتها وتدخلاتها في شؤون الدول الاخرى واعني بها ايران ومن ثم فالحوثيون بهذه السمات وبما اقترفوه بحق الشعب والدولة انتقلوا مع اول طلقة في حربهم الى موقع العداء مع الشعب ومن يحل في هذا الموقع يهون عليها ان يتجرد من اي مسئولية ولم يعد يعنيه ان يفني اليمنيون كلهم بالحرب او بالمجاعة والاوبئة واشار الى ان جهود الثلاثون الثلاثة المبعوثون الامميون الذين توالوا من اجل مهمة التوصل الاتفاق لاحلال السلام اصطدمت بتسويف الحوثيين ومراوغاتهم واكاذيبهم واضاف نحن هدفنا واضح وهو انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وقد قطعنا نصف المسافة لحو تحقيق هذا الهدف بواسطة الحرب الدفاعية التي اضطرنا الى خوضها ولن يكون سيئا بالنسبة لنا ان نكمل ما تبقى من المسافة لتحقيق هدفنا بواسطة السياسة والحوار بل يسعدنا كثيرا ان نرى السلام الحقيقي المستدام يتحقق ولفت الى رئيس الوزراء الى ان الحرب التي شنها الانقلابيون ومع تزال هي الجريمة الام والكبرى التي انبثقت منها بقية الويلات التي نالت من الوطن والشعب ومن بين ذلك ترد الاوضاع الانسانية وتفشي الاوبئة والمجاعة وقال ازدادت الازمة الانسانية تفاقما في المناطق التي يضرب عليها الانقلابيون حصارا مطبقا من اجل فرض عقاب جماعي على مجتمعاتها ومواطنيها لرفضهم اعلان الولاء للانقلاب ومحافظة تعز ذات الكثافة السكانية الاعلى في البلاد والمحاصرة منذ 2015 شاهد صارخ على انعدام حس المسئولية والمواطنة والعطب الاخلاقي والقيامي لدى الانقلابيين الحثيين